موسيقى هذا البرنامج برعاية كيو ان بي السادة المشاهدون الأكارم أصعد الله أقاتلكم بكل خير يبدو بأن مصرف قطر المركزي وهيئة قطر الأسواق المالية قد أنهيها جدلا واسعا وكبيرا لجهة تحديد نسب تملك الأشخاص كانوا طبيعيين أو معنويين في الأسهم الشركات المدرجة في بورسة قطر سواء منها الخاضي علي رقابة مصرف قطر المركزي أو الشركات العادية التي لها نظام يحدد التملك في النظام الأساسي للشركة يبدو بأن هذا القرار له ما بعده خاصة مع أعطاء مهل للثلاث سنوات لتسوية أوضاع بعض الأفراد والشركات في تملكها في شركات أخرى أيضا في هذه الحلقة هناك انخفاض طفيف في موجودات البنوك العاملة في قطر بنهاية فبراير 115.6 مليار ريال قطر هي حجم الموجودات الحالية في البنوك أيضا فائض الميزان التجاري السلعي للدولة يحقق رقما جديدا 170.7 مليار ريال قطر بنهاية العام 2015 11 مليار ريال قطر هو حجم أو المبلغ الذي استوردت به قطر سيارات خفيفة في العام 2015 مطار حمد الدولي يعتبر من بين أفضل عشر مطارات في العالم في أحد التصليفات العالمية لمطارات العالم كانت هذه أهم عنوين هذه الحلقة المشهورة ابتدأ أهلا ومرحبا بكم انخفض إجمال موجودات البنوك العاملة في قطر بمقدار 3.4 مليار ريال إلى 115.6 مليار ريال بنهاية فبراير على أساس شهرية وارتفعت ودائع الحكومة بنحو 8.9 مليار ريال إلى 204 مليار ريال وكذلك إجمال الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار إلى 363 مليار ريال فيما أظهرت البيانات خفاض ودائع القطاع الخاص بنحو 21.2 مليار ريال إلى 327 مليار ريال قطرية حقق الميزان التجاري السلاعي القطرية إجمال فائضا مقداره 170 مليار و700 مليون ريال بنهاية العام 2015 حيث بلغت قيمة الصادرات إلى 289 مليار و400 مليون ريال بينما بلغت قيمة الواردة السلاعية إلى 118 مليار و700 مليون ريال قطرية تستضيف قطر في السابع عشر من نيسان أبريل المقبل اجتماع منتج النفط في أوبيك وخارجها وأشار بيان صادر عن وزير الطاقة القطرية إلى أن 15 دولة من داخل وخارج أوبيك قد أعلنت دعم هذه المبادرة وهي تمثل 73% من إجمال إنتاج النفط العالمية ويستهدف الاجتماع الوصول إلى اتفاق يبقي الانتاج عند مستويات يناير 2016 استوردت قطر سيارات نقل خفيفة بإجمال 11 مليار ريال قطرية لتتصدر قائمة الواردات السلعية في العام 2015 دخل مطار حمد الدولي قائمة أفضل عشرة مطارات في العالم ليصبح أول مطار في المنطقة الشرق الأوسط يدخل في تصنيف سكايتراكس العالمية ودخل مطار حمد الدولي الخدمة قبل عامين وزادت تكلفته الإجمالية عن 16 مليار دولار وتزيد قدرته الاستيعابية عن 50 مليون مسافر سنويا أعزائي المشاهدين الخبر الأهم والأبرز خلال هذا الأسبوع القرارين الصادرين عن مصرف قطر المركزي وكذلك أيضا القرار صادر عن هيئة قطر الأسواق المالية المتعلق بتحديد نسب تملك الأفراد سواء كانوا طبيعيين أو معنويين بشكل مباشر وغير مباشر في الشركات المدرجة في بورصة قطر هذه القرارين أن هي جدل نواسعا بين كثير من الأفراد والشركات التي تملكت في فترات سابقة بنسب تزيد عن ما هو مسموح به بالنظام الداخلي أو الأساسي لتلك الشركات لا تزيد نسب تملك الأفراد طبيعيين ومعنويين عن 5% في القطاع المالي والمصر في قطاع التأمين ويجب على الجميع أن يلتزم بما هو محدد في النظام الأساسي للشركات وبالتالي على من قام بزياد حصته في بعض الشركات التخارج خلال ثلاث سنوات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية يحسمان جدل لجهة نسب تملك الأسهم في الشركات المدرجة في بورصة قطر وبموجب قرار المركزي يكون الحد الأعلى لتملك الشخص الطبيعي أو المعنوي بشكل مباشر أو غير مباشر هو 5% فقط من أسهم المؤسسة المالية الخضيعة لرقابة وإشراف المركزي على أن تصل تلك النسبة إلى 10% بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي وبموجب قرار هيئة قطر للأسواق المالية تكون نسبة التملك لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر هي المحددة في النظام الأساسي لكل شركة مدرجة ولا يجوز لأي شخص طبيعي كان أو معنوي أن يتجاوز تلك النسبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر وقد ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وتعديل أنظماتها الأساسية وفقا للقرار وعلى عدم الاستفادة من أي زيادة على النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات وتشير بيانات بورصة قطر إلى أن جميع البنوك والشركات المالية تضم ولكن كبارا يملكون أكثر من عشرة في المئة من أسومها ما يعني المباشرة في تعديد المركز المالي لكل جهة مالكة خلافا للقرارين جديدين خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور القرار الجمعيات الأمومية للشركات المدرجة أسومها في بورصة قطر شارفت على انتهاء موسمي هذا العام هذا الاسمو كان هناك عدد من الشركات التي عقدت جمعياتها العمومية من بينها شركة ملاحة التي صادق مساهموها على البنات المالية والمركز المالي وحساب الأرباح والخسار وكذلك أيضا تمت المصادقة على ما أوصى به مجلس الإدارة من توزيعات 50% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع خمسة ريالات عن كل سهم مملوك بتاريخ انعقاد تلك الجمعية شركة ملاحة سجلت نموا في صافي أرباح تقريبا بـ 5% تجاوزت المليار و 78 مليون ريال قطري جزء كبير هذه الأرباح هي أرباح تشغيلية إضافة إلى أرباح استثمارية من خلال المحفظة الاستثمارية التي تملكها الشركة كذلك الجميع كان بانتظار انعقاد الجمعية العمومية لشركة بروة للتطوير العقاري لماذا؟ لأن الشركة ذهبت إلى تقريبا إلى ذات توزيعات العام الماضي علم أن الشركة سجلت أرباح استثنائية العادة على السهم كان أكثر من سبعة ريالات بالتالي كان هناك من يمنى النفس بأن تكون التوزيعات تزيد عن 22% التي أوصى بها وبالتالي أقرها مساهم هذه الشركة وطبعا تمت المصادقة على جميع البيانات بما فيها تقرير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية للشركة كما أسفنا سجلت الشركة معدلات نمو 10% ولكن في الرب الأخير كان هناك خسائر محققة بـ 517 مليون ريال قطري نتيجة مخصصات وضعت على بعض الاستثمارات التي تملكها هذه الشركة أصول الشركة تقريبا 95% هو في قطر و5% خارج حدود الدولة دولة قطر وبالتالي المدينية انخفضت بشكل كبير بعد إعادة الهيكلة التي قامت بها الشركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية من خلال بيع أصول تملكها وبالتالي استقرت المدينية عندها 7 مليارات و700 مليون ريال قطري بالنسبة لبيع الأرض في مسامير لا إرادات ما لبيع الأرض في مسامير اشتغلت مباشرة في شراء النصف من لوسيل غولف وفي المدينة التي كانت مملوكة عن طريق شريك أجنبي هذه تم الاستحواد عليها بالكامل من طريق شركة بروان بالنسبة للمشاريع والسيولة أو نقطة السيولة التي قررتها فعلا كرامك سليم فيه متوقع أن يكون فيه شح السيولة وهذا لا يخفى عليها بسبب التغيرات الاقتصادية الموجودة وفي المقام الأول بالنسبة للخفاض الكبير اللي صارت بسعر لنا وهذا ما فيه ولا اقتصاد يقدر أنه يهرب من التأثر بهذه الجزئية لكن احنا عملنا حسابنا بهذا الموضوع يمكن يكون عند المساهم بعض القلق بخصوص إعادة التمويلات للديون القائمة اللي تبلغ حاليا 7700 مليون احنا تقريبا اكتمل عندنا إعادة التمويل وتم الإعلان عن كذا إعادة التمويل المتبقي في إعادة التمويل اللي هو مبلغ يبلغ 5000 مليون اللي هو مع الأخوان في بن قطر الوطني وتم الإتفاق على جميع التفاصيل وخلال الفترة بسيطة رح يتم الإعلان عن توقيع العقود فيها فما عندنا عملنا حساب للسيول عملنا حساب لمدى التمويلات اللي نذب بها فمخدين سنين طويلة في التمويلات وفي آخر السنين هذه إذا لاحظت أنت في الخطة الخمسية اللي أعلناها في شهر سابق السنة ذاكرين أن في سنة 2020-2021 هنا نبتدي إحنا نعمل تسديدات في الديون هذه بعض الإعادة التمويل اللي تم الاتفاق عليها فيها تسديدات من السنة هذه لكن بنسب بسيطة وتم البعضين الارتقاء بنسب أعلى مع الاستمرار بتنفيذ الخطة الخمسية أيضا بدورهم مساهموا مجموعة الخليج التكافلي وكما كان متوقعا تتم المصادقة على ما جاء في بنود وجدو الأعمال هذه الجمعية بما فيها تقرير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية وبيلات الدخل وقائمة الدخل وكذلك حساب الأرباح والخسائر الشاركة كان هناك تراجع في صافي أرباحها في العام 2015 نتيجة لعدة عوامل جاء على ذكرها السيد جاسد مفتح ورئيس التنفيذي للشركة وكما كان متوقعا تمت المصادقة على ما أصبه مجلس الإدارة من توزيعات وهو 10% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع ريال واحد عن كل سهم مملوك بتريق انعيقاد الجمعية بالنسبة للسنة المالية 2015 لها الحمد سطاعت المجموعة تحقق أرباح تشغيلية ممتاز جدا طافت ثلاث أضعاف لنتائج تشغيلية للسنة السابقة بالنسبة للنتائج الاستثمارية حالنا حال باقي الشركات في تأثير طبعا بالنسبة لهبوط اسعار النفط والهبوط اللي حصل في السوق بشكل عام ولكن نتطلع بإذن الله على سنة 2016 في عمل توازن بين النتائج التشغيلية والنتائج الاستثمارية بالنسبة للتوزيع إن شاء الله 10% توزيع كاش على المساهمين بإذن الله من أرباح 2015 كذلك ماذا عن عام 2016 مثلما ذكرت أنه عام صعب ربما على الجميع وجميع القطاءات ماذا عن خطط الشركة للعام 2016 هل من توسعات حدثنا أكثر والله بالفعل 2016 بتكون سنة صعبة جدا قاعد نلاحظ تنافس في السوق شديد بالنسبة لأسعار التأمين وبالنسبة لمنتجات التأمين بشكل عام ولكن نأمل أن سنة 2016 معظم الشركات سواء كانت وطنية وغير وطنية أن نتركز على الأداء التشغيلي أكثر والتركيز على الأداء التشغيلي يخلق نوع من المنافسة البناءة للقطاع التأميني بشكل عام نتمنى أن يكون في توازن بإذن الله بين الأداء التشغيلي والأداء الاستثماري بالنسبة للخطط التوسعة للمجموعة أتوقع أن حال نحل جميع الشركات الموجودة في السوق سيعاد النظر في الاستثمارية لعام 2016 لتواكب مع الأسعار الحالية على ذكر المنافسة كما ذكرت هل ترى أن المنافسة عادلة في اقطاع التأمين في قطر؟ والله لا هناك منافسة نستفيد منها وفي منافسة للأسف تحطيم أسعار في السوق وهذا لا يخدم للعميل ولا يخدم الشركة ولا يخدم المساهم نحن نأمل أن المنافسة تخلق نوع من التعاون ونوع من التطوير الذاتي أكثر من تحطيم للأسعار التي نرى للأسف في بعض الأحيان كذلك بالكلام عن القطاع ما هي الإضافة التي شكلت لكم منذ أن صارت جميع الشركة تقريبا تحت غطاء ومظلة مصرف قطر المركزي؟ والله صار نوع من الشفافية أكثر ونوع من التعاون بيننا بين القطاع أكثر طبعا مصرف قطر المركزي حاليا بدأوا الرقابة على شركات تأمين ولكن هم لا زالوا لم يطبقون جميع اللواح والأنظمة ونأمل في سرعة تطبيقها لسهولة التنسيق بيننا وبين شركاتنا الزميلة في السوق عزيزي المشاهدين ما زلنا معكم في هذه المتابعة لفقرات حلقة عين على قطر لهذا الأسبوع في القزمة الثاني سوف نكون في وقفة تفصيلية مع أهم البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركز المتعلقة بواقع البنوك في دولة قطر خلال شهر فبراير وكذلك أيضا لقاء مع الآنسة دانا حيدان وهي رئيسة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في شركة فودفون قطر لا تبتعدوا كثيرا ابقوا معنا هذا البرنامج برعاية كيو ان بي مرحبا بكم جديد عزيزي المشاهدين موجودات البنوك العاملة في قطر تنخفض بشكل طفيف حجم المديونية العامة للدولة ترتفع إلى 363 مليار ريال قطري وكذلك أيضا حجم الوداع البنوك لدى البنك المركزي ترتفع إلى أكثر من 37 مليار و700 مليون ريال قطري موجودات البنوك العاملة في قطر تنخفض بمقدار 3 مليارات و400 مليون ريال قطرية بنهاية فبراير مقارنة بيناير الذي سبقه وصولا إلى 115 تريليون و600 مليار ريال هذا وقد ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى المركزي القطري إلى 34 مليار و300 مليون ريال في حين ارتقت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8 مليارات و900 مليون ريال لتناهز 204 مليارات ريال قطرية بنهاية فبراير بينما ارتفعت في المقابل جملة القروض المقدمة للقطاع الحكومية بنحو 5 مليارات و300 مليون ريال لتصل إلى 252 مليار و300 مليون ريال بينما انخفض رصيد السندات والأذنات الحكومية بنحو مليارين ونصف المليار ريال إلى 111 مليار و300 مليون ريال قطرية ليرتفع في المحصلة اجمال الدين العام بنحو مليارين و800 مليون ريال إلى 364 مليار ريال في المقابل انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك بنحو 21 مليار و200 مليون ريال إلى مستوى 327 مليار بينما سجلت القروض والتسهيلات المالية المقدمة للقطاع الخاص بنحو 3 مليارات ريال لتصل إلى 412 مليار و600 مليون ريال فضلا عن قروض وتسهيلات بقيمة 16 مليار و600 مليون ريال للقطاع المالي غير المصرفي من جهة أخرى انخفضت موجودة البنوك القطرية لدى نظيراتها خارج قطر بأكثر من 8 مليارات ريال لتصل إلى 66 مليار و700 مليون ريال بينما ارتفعت قروضها لجهات خارجية إلى أكثر من 89 مليار ريال في المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من نظيراتها القطرية بمقدار 3 مليارات و200 مليون ريال إلى 190 مليار و200 مليون ريال بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج على شكل سندات وشهادات إداعة لأكثر من 33 مليار ونصف المليار ريال وبمطبقة موجودات البنوك في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات يتبين أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع بنهاية فبراير بمقدار 21 مليار ريال إلى نحو 146 مليار و400 مليون ريال قطرية على الرغم أن شركة ودافون قطر متزال بياناتها المالية منذ انطلاق هذه الشركة نشاطها وعمالها في دولة قطر وحتى الآن تسجل خسائر في الواقع ولكن هذه الشركة متزال ملتزمة بقواعد وعناصر المسؤولية الاجتماعية للشركات وحصلت هذه الشركة على عدد من الجواز في هذا المجال آخرها جائزة وأفضل مبادرة في مؤتمر وجواز المسؤولي الاجتماعي للشركات في قطر الذي عقد مؤخرا طبعا حول نشاط الشركة في هذا المجال سرنا أن أستضيف لأنسة دانا حيدان وهي رئيس المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في مجموعة أو شركة ودافون قطر ورحبك عنسة دانا لفظ نظري في التايتل أو في الصفة التي تحملينها هي الاستدامة لا أستطيع أن أفهم ما هو مفهومكم أنتم في فودافون قطر لجهة الاستدامة ومبادرة وعناصر هذا المفهوم تنمية المستدامة مفهوم غير جديد طبعا هم متواجد من الستينات وانطلق من اللجنة العالمية للتنمية والبيئة في عام 1987 وفي ذاك الوقت طبعا التركيز كان على ثلاث ركائز اللي هو الاقتصاد اللي هو الاقتصاد بمعنات الصناعة والزراعة والشركات والثاني شيء الجانب البيئي واللي هو الموارد اللي احنا نعتمد عليها كصناعة لإنتاج الخدمات وثالث شيء طبعا الفرد والمجتمع اللي هو الأشخاص اللي يستخدمون هالموارد الثاني من المستدامة تهدف إلى الموازنة بينها الثلاث ركائز أو الثلاث جوانب المعادلة راح تكون شلون نحن ممكن نستخدم نعيش حياتنا اليوم ونوفرها احتياجاتنا في العالم الحالي من غير ما نحن نأثر على احتياجات أطفالنا وأحفادنا والأجيال في المستقبل كما تعلمين عناصر المسؤولية الاجتماعية للشركات تتكون من مجموعة ممارسات بما فيها تطوير المجتمع وكذلك أيضا حماية البيئة أسأل عن البيئة مبادرات فودفون فيما يتعلق بقضايا البيئة والمحافظة عليه وتحقيق الاستدامة حدثيني علىها احنا في فودفون تركيزنا على بصمتنا البيئية كشركة وذلك من خلال الهواتف اللي احنا نبيعها لأن ناسما تعرف طبعا الأشخاص في قطر كل شخص يتلاقي عنده أكثر من هاتف في البيت أغلبية الوقت ما يستخدم هاتف حبينا نحن ندرس هالظاهرة شلون نحن ممكن نساعد أن نقلل من التلوث البيئي اللي قاعد يصير بسبب المخلفات الإلكترونية فأطلقنا برنامج اللي هو برنامج لعادة تدوير الهواتف الذكية وتم من خلالها تدوير في العام الماضي حوالي 3500 هاتف ذكية وهو كانت بداية صغيرة والتحدي كان في وعي الناس بخطورة المخلفات الإلكترونية وخاصة الزئبق اللي هو مادة الزئبق المتواجدة بالهواتف الذكية كان هاي من أهم الخطوات اللي بديني فيها في مجال البيئة ثاني شي كان من خلال طبعا بناء شبكاتنا ضمن معايير عالمية بيئية وهذه أشياء طبعا في الشركة عندنا ما فيها أي نقاش من الطريقة العمل اللي نقوم فيها ببناء الشبكات فهي اللي هم المجالين اللي ركزنا عليهم خلال السنوات الماضية أنتقل إلى عنصر آخر مكون لمفهوم وثقافة المسؤولية الاجتماعية وهو الفارد الأفراد لديكم في هذه المؤسسة كيف تتعاطون ما هو على أساس تحقيق هذه الشركة لأهدافها في مجال المسؤولية الاجتماعية سواء على صعيد رفع كفاءة الأفراد وكذلك تنمية مهاراتهم الاحتمام بأسرهم حدثيني سيدة دانا طبعا في فودفور ركزنا طبعا التركيز على الحقوق الموظفين طبعا كان من أهم الخطوات اللي قمت في الشركة بشكل عالمي خارج قطر طبعا في سنوات 15 سنة أو أكثر وحاليا في قطر ركزنا أكثر على التنمية والتدريب ركزنا على ما يمكن أن نتطور موظفين بحيث أن نساعدهم على أنهم ينمون في وظائفهم ونفس الوقت يمكنهم يتطورون في الشركة هذا أول مجال ثاني مجال حقوق المرأة في الشركة عندنا موضوع جدا مهم العام الماضي أطلقنا أول سياسة لي اللي هو موضوع موضوع إجازة الحمل وهو موضوع طبعا مش كثير نتكلم فيه في الوطن العربي وأطلقنا أول سياسة في الوطن العربي للموضوع اللي هو حقوق المرأة العاملة الحامل لما تطلع من الفترة الأمومة أيش هي حقوقها وإيش الحقوق اللي طبعا تقدر تأخذها لما ترجع من الإجازة وهو هذا الموضوع جدا مهم بالنسبة لنا والسنة هذه إن شاء الله رح أيضا نطلق سياسة جديدة تركز على تطوير المرأة وتدريب المرأة في مجال العمل ذكرت في مقدمتي لهذا اللقاء بأن شركة فودافون ومنذ انطلاق أعمالها ونشاطة تشغيله في قطر حتى الآن لم يكتب لها أن تسجل أرباح ومنتظر حتى الآن في دائرة تحقيق وتسجيل الخسائر ورغم ذلك أنتم مستمرون في تقديم هذه المبادرات وترجمة سياسات متعلقة مسؤولة اجتماعية كيف يتم تحقيق الموازنة الموائمة في هذا الأمر؟ موضوع الأرباح ما أثر كثير طبعا على مبادراتنا الخاصة بالاستدامة وذلك السبب واحد وهو أن تركيزنا على الاستدامة تركيز غير تقليدي يعني طبعا عندنا أكيد مبادرات خيرية واجتماعية في شهر رمضان نقدم تبرعات وهذه الأشياء اللي هو التقليدية أو المفهوم التقليدي المسؤولية الاجتماعية تركيزنا في فودافون شوية أعمق نركز أكثر على دورنا تجاه المجتمع واستخدامنا الموارد البشرية والبيئية فالسؤال الذي دائما نسأل نفسنا كيف نحن ممكن نقدم خدمات من غير ما يكون لنا أي تأثير سلبي على المجتمع وعلى البيئة؟ فكانت السياسات الداخلية عندنا وسياسات أخلاقيات العمل والمبادرات الداخلية اللي احنا قمنا فيها للتأكد مننا ما في أي تأثير سلبي شلت مننا هم موضوع اللي هو الميزانية المخصصة للمبادرات خيرية واجتماعية لأن التركيز من البداية ما كان على المبادرات التقليدية نعلم جميعا بأن الشركات المدرجة في بورصة قطر معنية أو مطلوب منها تقديم 2.5% من صافي أرباحها وإراداتها لصالح صندوق دعم الأنشطة والرياضة هل هذا النشاط الذي تقوم به ضمن 2.5%؟ من أنه لا خارج هذه الحسبة؟ لا طبعا مختلف لأن صندوق دعم هي مسؤولية على جميع الشركات وطبعا كشركة محلية طبعا نطيع القوانين الموجودة هي 2.5% مختلفة جدا عن الميزانية الخاصة اللي احنا نوفرها للمبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية الأنسة دانا حيدان رئيس المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في فودافون قطر أشكرك سيدتي شكرا جزيلا كنت معنا في عين على قطر أزالي المشاهدين وبهذا اللقاء تكون حلقة عين على قطر لهذا الأسبوع قد وصلت إلى آخر محطاتها في الأسبوع المقبل نلتقي إلى اللقاء هذا البرنامج برعاية كيو ان بي اشتركوا في القناة